سبع سنوات والسلام الذي تبحث عنه الأمم المتحدة يصطدم بتعنت ميليشيا الحوثي خلال تلك السنوات تعاقب أربعة مندوبين أمميين وجميعهم لم يتمكنوا من إحداث أي خرق في جدار الأزمة اليمنية آخرهم هانس جروندبرغ الذي ظل منذ تعيينه قبل أكثر من عام يخطب ود الميليشيا لتغافق على زيارته لصنعاء إلا أنه لم يتمكن من ذلك وكل ما حصل عليه هو موافقة للجلوس مع ممثلها في مسقط عبر وساطة عمانية اللقاء الذي يقول عنه المبعوث الأممي إنه ناقش هدنة محتملة خلال شهر رمضان المقبل تزامن مع قصف حوثي للعمق السعودي وهي الرسالة التي تبعثها الميليشيا عند أية تحركات لإحياء السلام وفي الوقت ذاته تبدو ردا على إعلان مجلس التعاون الخليجي بعقد مشاورات يمنية في الرياض نهاية مارس الجاري تندفع السعودية لجلب الحوثيين إلى مشاورات جديدة تقول عنها الميليشيا إنها مقدمة لتصعيد عسكري أوسع مشترطة أن تتم في دولة محايدة وغير مشاركة بالحرب حسب قولها وهو ما تم تجاهله من قبل المجلس الخليجي مع دخول الحرب عامها الثامن يرى مراقبون أن المعطيات على الأرض تجسد فشل التحالف السعودي الإماراتي في تحقيق أهدافه المعلن عنها خاصة بعد أن تمكنت ميليشيا الحوثي من توسيع خارطتها التي باتت تشكل ثلثة جغرافيا البلد وتضم تحت سيطرتها نصف السكان تساؤلات كثيرة تحضر في ظل فشل التحالف خاصة مع تشابه المواقف للسعودية التي قادت اتفاق في الطائف أفضى إلى تسليم لبنان لإيران فهل سيتكرر المشهد في الاتفاق الذي تسعى الرياض للخروج به من المشاورات المزمع عقدها خلال الأيام المقبلة بعد أن تمكنت إيران من تطوير قدرات الحوثيين عسكريا وجعلت الرياض وأبوظبي تحت جحي من إيرانها ترجمة نانسي قنقر